رأى مقربون من التيار الصدري أن ما يطلق في الأعلام من قبل قيادات الإطار هو نتيجة صراع داخلي يضرب التنسيقية وأكد وجود استفافات جديدة حول الاستحواذ على السلطة عام 2025 لذلك الموضوع هو للإثارة حول إمكانية تحالف قادة من الإطار مع الصدر ولفتين إلى أن قرار مشاركة في الانتخابات هو حق لكل عرقي وقرار مشاركة التيار بيد الصدر لكن مؤشرات تشير إلى أن للصدر خطوات اجتماعية وعقائدية كما لا يوجد مشروع سياسي لغاية الأهن وأن العودة والمشاركة في الانتخابات تتطلب إعلان مشروع سياسي قبل نحو عام وأضفوا أن حكومة السوداني ليست بالمستوى المطلوب وهناك تخوف من الفشل لأن قضية تعتمد على التوازنات السياسية ولذلك هناك رغبة بمشاركة التيار الصدري والدخول إلى الانتخابات لضمان عدم حدوث انهيارا عند اشتراك الجميع في الحكومة